اشتركوا في القناة ولا قوتها الا بالله والنعم بالله لكن اسمعني زيني عم خلال هالأسبوع لازم نسوي له أقل شيء ثلاث جلسات غسيل وأرجوكم لازم تحفظون عليه يعني لازم يبتعد عن المشروبات الغازية ومنتجات الألبان والحلويات والمكسرات وأيضا الدهون والوجبات السريعة وديتي لأخوك العشع إيه يما بس قال ما لنفس السلام عليكم عليكم السلام يما تبي أسوي لك شيء؟ لا ما نمشتي هبروح عند العيال في الاستراحة رح ونأبوك عند أخوياك واسر صدرك ولا ارتح تعالي سميبه بعد الللكم هو هو القبل الخامس يا بوي ايش دخلك أنت يا بي قعد العب معاه بعدها نسيت الاربعة عشر اللي دقيتك بيه فاول ما تتكلم بعدها انت نسيت الثمانية تعالي يا بوي متى الثمانية ها قبل سنتين يلا اللي بعده عامر حبيبي بالله تكفى قم العمعي خلا كسر راسك زي ما كسرت راس شوكوش ما لي نفس ألعب انتو يا عامر تذكر ذاك اليوم يوم كفتة طباخلنا في الاستراحة رز بدلا ما يحط ملح حط سكر ايه والله صارت قمسة دجاج سكر زيادة بعد اذنكم وين بدري عندي غسيل بكرة الصباح لازم نروح للاسف المصابين بالفشل التلوي كثير وكلهم محتاجين زراعة كلها يعني علشان يوصل دور عامر يبغى له وقت طويل عامر انتظرني شوي برجع لك دكتور ودي اتمنى رعب كليتي لولدي بس خالطي احنا لازم نسوي لك فحوصات انا جاهزة في اي وقت عجل تعلينا بكرة الصباح بدري علشان نسوي كل الفحوصات اللازمة شاء الله دكتور شكرا عامر يوم حبيبي نعم مرتاح لا تشيلهم كلها ان شاء الله يومين او ثلاثة وبترتاح اذا احتج الشي صوت لي س Leon goin سische اما ؟ ؟ بسم الله عامر فيك شي عامر فيك شي عامر فيك شي م مرحيبي ايدي ماذا عندك يا أمام؟ أبداً أماما قلت يمكن تصحب الليلة تبي شيء تحتعد شيء وتنادي علي وما أسمعك الله لا يحرمنا منك يا أماما ولا منك يا حبيبي ماذا يا دكتور؟ لا سك يا خالتي أمام عامر ما تقدرني تتبرع إلا ما فيني إلا العافية وأقدر أتبرع إلا ومستعدة أتحمل كل النتائج حنا ودنا يا خالتي بس الكلا غير مطابقة ولو سوينا العملية راح تفشل طيب أدعيلي يا خالتي وأنت سويت اللي عليك لو كل الأبناء أعرفوا قيمة التضحي اللي ضحونا أباؤهم وأمهاتهم كان حافظ على أنفسهم من البداية لكن هذا شيء مقدر ومكتوب والحمد الله لكل حال